موسيقى 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 بوم! موسيقى هلو امريكا هل نستمر يونت 3 هنضمر يونت 3 بلسنز 4 و 5 نبدأ بالبكاب زي ما تحوذنا عندما كن هحكي على خطوات هقول فيها اولا ثم بعد ذلك في النهاية ده اسلوب للترتيب عشان كلامك يتقنظم مرتب فهناخد اول حاجة كلمة اولا اللي هي فرست بص بقى انا بشوف بقى الغلاطات كتير هلا ايه واحد يقول لي ايه؟ فبالتالي بيروح كذبها كده وده اضاول اسمها ايه؟ فرست الاي احنا عارفين شو بيتو تضم فيها كده ونقول فرست يولا اقول معادي فرست فرست وبنحط بعدها بقى ونبدأ بيها بقى فرست يعني اولا بعد كده اقول ثم 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 بعد ذلك ثم 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 انا بستخدم كل لما اكون بتكلم عن احدان متوالية هقولها بالترتيب بيخلوا الكتابة بتاعتي كتابة كميلة اللي بيترائب الشخص ده فاهم اللي كاتبلي بالترتيب ده جميل ده هنشوفوا في درس النهاردة وحنا بنتكلم عن the life cycle of the tomato and some block بعد كده عندي كلمة التالي او اللي بعد كده برضو ممكن نستخدمها بمعنى next مثلا لو انا انتو عارفين لما ابنيك نجوب بالدور حول خلاصت اروح ايه next يعني التالي اللي بعدي next جميل عارفنا كلمة بعدة يعني after كلمة بعدة ذلك after that نباتي البردي papyrus a virus الشهر اسمه month 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 بس لو كانوا شهور جمع يا سماء بيقولها كده months months نموصل اللي عشر سريم لو شهر واحد اقول month months كميل زهرت عباد الشام sunflower 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 بسرعة quickly 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 دورة حياة يعني life cycle life cycle life cycle life cycle الاسبوع week week كلمة week اسبوع لها هوم فون تانى يعني كلمة بتتنطى بنفس الطريقة بس بسبلين مختلف كده week بس week التانى دى بال ea يعني ضعيف عكس strong يبقى انا عندي week بال double e يعني كسبوع week بال ea اجت بصفة يعني ضعيف sun light sun light sun light كل الشمس وهي في الم واحدة ما تنتبش تستنى لوحدة ولايت واحدة sun light sandals 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 مش حاسة على اي واحد باب يقولي صندل sandals 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 get taller get taller get taller the point gets taller يعني نبت بيتوا get taller process process يعني عملية زي ما خدنا عملية الامباد اسماء germination the germination process the germination process افعانا face face كلمة face يعني الوادي بوادي الشمس هناخد ال sun flower بدوا وادي الشمس face is the sun face is the sun كلمة face verb يعني انا عارفين face يعني الوادي دي ناون مش ديه احنا عايزينها عايزين face as a verb كفعل معناها الوادي والماضي faced face هي بال-ed بس كأناتيت والفاست يعني ينبت germinate بس هادي جر ال-er هادومي فوقي فيها كده جر مي جرمينايت شوف تضمت فوقك بتفرب في الاكسل غير لما اقول جرمينايت لكن جرمينايت جرمينايت والماضي جرمينايت 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 ممكن عايزة تقول جرمينايت او تقول جرمينايت علشان ال-t between two فالصف للطاشة بايتي او ال-R شوية جرمينايت جميل كده تعالوا ناخد كمان فعل اللي هو يسقط او يسقط كلمة يافقض دي يعني جرمينايت نقول ايه اه وعد تقول ضروب اه لو لاحظنا ان الفعل ده اخره سي بي سي يعني ايه ساكن متحرك لما الفعل يبقى اخره سي بي سي هنا اغلب الافعال المفتزمة الاخرها سي بي سي بنعملها للحرف الاخير يعني دروب تي بخليها بدابل بي وبعدين اي دي في الماضي دروب دروبت 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 جميل عندي كمان يبدأ بجين 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 عايز تنبلي كلمة بنفس المعنى بجين يبدأ برافو عليكي حبيبة جمال مستقب لحبيبة برافو حبيب ببرافو حبيبة بزنبت بزنبت برافو حبيبه ممركزة جدا عندي يحصل على جت والماضي جت 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 تعالوا بقى يا شباب ناخد جمل مهمة عن الدرس اول حاجة احنا هناخد ايه بقى في الدرس ده هناخد ودي بيتكتب عنها مهم جدا ناخد بالنا من كل نقطة وهتعملهولي في الهومورد برسمة جميلة كده للسامفلاور بص حبيب قلب the life cycle the life cycle of a sunflower the life cycle of a sunflower دورة حياة زارة عباد الشمس واضح قدامي من الصورة ان احنا عندنا تكتير one two three four five and six six steps ست خطوات هنمشي عليهم عشان نعرف life cycle of a sunflower اول حاجة هنقولها first اولا اولا بنعمل ايه you plant you plant the sunflower seed in soil you plant انت بتزرع the sunflower seed in the soil هنزرع البذرة دي في التربة you put it you put it in sunlight and water it نحطها في ضوء الشمس and water it ونرويها بالمي ثم خطوة تانية بعد the seed germinates and starts to grow roots under the soil البذرة دي germinates هل هتنبت بصي ايه كانت هنا بذرة بس بدأت هنا تنبت اوه then the seed germinates and starts to grow roots وهتبدأ تطلع كثور غمونه تحت الايه التربة under the soil حال number three الخطوة تالدة after that بعد ذلك after that حط بعد ذلك قمى لازم غالبان first next within والحاجات دي يبقى اول خطوة معلش نراجع تانية ونركز مع بعض first first اولا we plant the sunflower seed in the soil we plant the sunflower seed in the soil we put it in the sunlight and water it we put it in the sunlight and water it يبقى اول حاجة كانت first تانية حاجة ايه next تانية حاجة next وبردو احطش بعدها تكون next 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 بعد ذلك the seed germinates هتنبت البذرة دي and starts to grow roots under the soil وتبدأ تطلع لي وزور سبحانه تحت التربة قلنا first and next then ثان 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 يعني ثم ثان the seed grows above the soil the seed grows above the soil هيبدأ يلمو ايه؟ البرعن فو التربة the seed grows above the soil the seed grows above the soil حلو اول it grows leaves وهيطلع لي أوراق it grows leaves it gets taller it gets طالر قلنا باتها يطول قلنا first next then after that ها after that ها after that بعد ذلك هنروح على number 4 about after about 4 months after about 4 months after about 4 months بعد حوالي 4 شهور وقلنا نقول months طالما جان after about 4 months بعد حوالي 4 شهور إلي بيحصل the sunflower opens the sunflower opens الوردة بتاع العباد الشمس opens بتفتح and faces the sun and faces the sun وتواجه الشمس يبقى after about 4 months إلي بيحصل بعد 4 شهور the sunflower opens هتفتح الوردة عن faces the sun وتواجه الشمس اخر حدا هقول ايه finally ها finally تفكروا متاني كده first next next then after that finally finally one more first next next then then after that after that after that after about 4 months after about 4 months finally 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 the sun flower offens بتفتح عن faces تاين ونلويها بالمية ونحطها في الشمس تطلع تطلع لي نفس the life cycle begins again أو starts again تبدأ دورة الحياة تفجع مرة تاين تعالوا نكتب الايه الكلام ده مع بعض كده واحدة واحدة نكتب عن ايه شباب the life cycle the life cycle the life cycle دورة الحياة of a sun flower دورة حياة زارة عباد الشمس قلنا فيها ترتيب هنقول ايه هنقول نسيب حتة فاضية في الشمال كده ونكتب first أولا you plant a sunflower seed you plant a sunflower seed in the soil بنزرعها بين البذرة in the soil في التربة وبعدين نعمل ايه فيها برضو في نفس الخطوة قلنا نعمل ايه؟ we water it we water it ممكن قل we put it نضعها we put it in sunlight and water it we put it in sunlight and water it we put it in sunlight ونرويها first you plant a sunflower seed in the soil نزرعها في الدرب we put it in sunlight and water it ونرميها الخطوة التانية نقول next نبدأ الجملة الجديدة بحرف ونعمل بعد next next الخطوة اللي بعد كلا هنعمل ايه؟ the seed germinates البذرة البذرة هتمبد the seed germinates احنا اخذين الفعل اسمه germinate ليه قولنا germinate؟ علشان جا سيد مفرد وهي شيئة المفرد دول بيحبه باطفنا اس للفعل the seed germinates هتمبد البذرة the seed germinates and rose roots roots under the soil or above the soil under the soil under the soil هتطلع لي وطور تحت التربة بعد ال roots بتعودين على مين؟ shoot بعد ال roots under the soil هتطلع لي مين؟ shoot بحنا قولنا first wait next هنقول المراضي then ثم shoot grows above the soil the shoot grows البرع بينمو above the soil it grows leaves وهيتطلع علي أولاد it grows leaves وهيتطلع علي أولاد وهيتطلع it gets taller it gets taller it gets taller and water it and water it and the seed germinates and grows under and grows roots نسينا هنا كلمة roots بص بص المراجعة بتفيدة أنا هنسيك كلمة roots أو ما عين أنا كنت بقولها إذلك دايما بعد ما تكتب التبارغراف راجعه مرة واتنين the next the seed germinates هتنبود البزن and grows roots under the soil وتطلعينا جزور تحت التربة then أو after that the shoot grows above the soil برعه ما يطلع فوق التربة it grows leaves وهيتطلع أوراد it gets taller والنبات هيتطلع بعد كده هنقول after that أو after about four months ممكن تستطلع من then أو after that بعد next after about four months بعد حوالي أربع شهور after about four four months إلا هيحصل بص الحط الكامة بعد دي after about four months what happens إلا هيحصل the sunflower opens براظو عليكي هتفتح الوردة the sunflower اللي على بعضها ما تكتبش sun الوحدة and flower the sunflower opens هتفتح الوردة and faces the sun وتواهي الشمس نجل الخطوة الأخيرة and finally ونعمل بعدها كما the sunflower the sunflower هتموت the sunflower dies and drops its seeds خلي بالك ما تتنطبطش مع its دي مع its التانية اللي فيها apostrophe its دي بلاستخدمها للخرع العقل الملكي its seeds يعني بذرها لما نقول على الكلب مثلا its ears يعني وداله its tail يعني ديله لما نقول على الوردة its seeds يعني بذرها لبعا the sunflower dies and drops its seeds fail هتواهي عن بذرها هتواهي عن بذرها هتواهي عن بذرها هتواهي عن بذرها وبعدين the process begins again begins again the process begins again والعملية تبدأ الدورة تدور ثاني نبدأ ثاني من الأول يبعدين حاجة مهمة عن the life cycle of a sunflower هناخد كمان the life cycle of a tomato يلا المرة دي نكتب عن the life cycle of a tomato the life cycle the life cycle of a tomato برضو الخضرات بتاعت دورة حيات نبات التماطم هنمشي فيها بالترتيب فهنقول first تعالوا كده نعمل الرسمة بتاعتها كده يلا نشوف بها the life cycle the life cycle of a tomato دورة حيات نبات التماطم زي ما احما شايفين في الصورة كده هنمشي بالترتيب والقول first أولا first زي ما وضع عندي او هنقول you plant a tomato seed inside you plant the tomato seed نزرع بذرت التماطر the tomato seed فيل inside راب في الترد you put it in sunlight and water it زي ما قلنا هناك you put it in sunlight هنقطاف ضوء الشمس and water it and water it and water it ونرويها قلنا بعد first هنقول next next و بعد next نعمل كومة the seed germinates هتبدأ البذرة تنموت the seed germinates هتنموت the seed germinates and and it starts to grow roots to grow roots roots under the soil هتبدأ تطلع علينا roots جذور under the soil that تبدأ after that after that بعد كده نقول after that بعد ذلك هنقول بعد الroots دائما هيجي shoes after that the shoes rose 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 فين above the soil فوق التربة بعدة البرع it grows it grows taller it gets taller وبينطوى after فين تعالوا نقول واحدة واحدة كده first اولا you plant the tomato seed in soil او زرعنا بذرة الطماطم انصالف في التربة you put it in sunlight بنحطها فضوء الشمس and water it ونرويها بعد كده next the seed germinates هدمبت البذرة and it starts to grow roots under the soil هتبدأ تطلع علي القذور تحت التربة بعد القذور دائما فيه شوت البرع the seed grows above the soil the plant gets taller والنبات يطور okay هلقول after a few weeks بعد عدة أسابيع after a few weeks the plant the plant leaves grows leaves and and tomatoes finally and tomatoes finally خطوة الأخيرة finally finally the tomato plant the tomato نبات الطماطم dies and drops and drops seeds the tomato plant dies هيموت بع النبات and drops and drops in seeds ويسقط بذوره the process the process العملية begins again again العملية هتبدأ تاني الدورة زي ما بدعت هالكرر تاني and the process begins again يا شباب first we plant the tomato seed in soil إزراحة في الترب you put it in sunlight and water it تابدو الشمس ونروي next the seed germinates البثرة أطنبط and grows roots under the soil اطلع بذور تحت التربة after that after that after that there is a seed the seed grows above the soil هيتطلع البرعون فوق الترب it gets taller و النبات هيتطول after that after that or after a few weeks after that the plant grows leaves flowers and tomatoes هيتطلع للنبات ولا one wait tomato استمار طماطم finally في النهاية the tomato plant dies هيموت النبات and drops its seeds ويسقط البذور بتاعته in the soil and the process starts again or begins again وتبدأ العملية الضورة بتاعت حياة نبات الطماطم بترجع مرة تات اه دول ريدي بعد كده ناخد papyrus نبات البردي papyrus 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 اللي هو نبات البردي munقول عليه papyrus is a very special plant papyrus 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 is a very special plant وانا بد مميهز كده very special plant هي المسلمة؟ هي المسلمة لماذا هي المسلمة؟ لأنه مشهور لأن المصريين لأن المصريين الخدمات ومع المصريين لازم تذكتب بعروف كابل لأن المصريين قدما استفدموه كمان استفدموه بحاجة مهمة كمان استفدموه بحاجة مهمة كمان استفدموه بحاجة مهمة بحاجة مهمة بحاجة مهمة بحاجة مهمة كمان استفداد بحاجة مهمة يحتاج مهمة بحاجة مهمة بحاجة مهمة تحاجة مهمة المشهورة محتاج تقس دافئ لكي ينمو لكي ينمو لكي ينمو محتاج تقس دافئ نقول كده؟ نبات الفرد نبات الفرد نبات مميز كده نبات مميز مشهور لكه مناعي because ancient Egyptians لأن المتنين القدمات used it استخدموا to make paper شريصنعو منه الوَرَر وكمان they also used it استخدموا أيضا فيه to make sandals and baskets شريصنعوا منه sandals و baskets و سالة papyrus needs a lot of water بيحتاج ماء كتير تبروع عشان ينمو it also needs warm weather في التطوكس ده في الباردو تبرو بيان مو فيه إيه روز في نيال دلتا إيه روز إيه روز إيه روز نيال دلتا تداما روز قبل بيان مو في دلتا النيل نير الريفر بالقرب من النار نير الريفر إيه روز قبل منا إيه روز قبل منا إيه روز قبل منا إيه روز قبل منا من أول بيج 113 The life cycle of a sunflower First You plant the sunflower seed in soil You put it in sunlight and water it Next دائمان لما القوم تيكي أعى خدنا Next The seed germinates And it starts to grow roots under the soil So After that The seed grows above the soil It grows leaves It gets taller النقطة اسمها period of full stop يعني full stop يعني توقف كامل كلمة full stop يعني توقف كامل يعني توقف كامل يعني توقف لازم جاد النقطة توقف خلص After about 4 months The sunflower opens and faces the sun Finally The sunflower dies And drops its seeds From which each seeds نفض الأسوى Dropped the seeds The process begins again بعد اتكذا The life cycle of a tomato First You plant the tomato in soil تضيف المستورات ومن ثانيا تضيف المستورات. ثم يبدأ الواء في المنزل والنزل. بعد ذلك تبدأ الواء تعالى المنزل. ثم يبدأ العودة. بعد ذلك قبل ستنة تنظيم التسجيل الأمم المتابعة ومتابعة ومتابعة. Finally, the tomato plant dies and drops its seeds. The process begins again. Papyrus. Papyrus is a very special plant. It is famous because ancient Egyptians used papyrus to make paper. They also made sandals and baskets from papyrus. Papyrus needs a lot of water and warm weather to grow weakly. It grows in the night until the day of the river. The test is on the exercise in the booklet and on the exercise in our booklet. 113-116. The test is on the 3 units. Thank you. Goodbye.